اشتركوا في القناة وتتعلم لغة جديدة عرف في حدود كميات المتوفرة شوفيان 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 تونس والات الساسي يا ناسي الدولة التونسية تحولت بحق الى دولة فاشلة التدين الخارجي فات للناتج المحلي الاجمالي واللينا مرتهنين لاملاءات الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الاوروبي الاستثمار لدرجة ان كل تونسي بمن فيهم اللي تولد جديد يلقى روحهم مسال في قريب عشر ملايين وبالدوفيز وفي جيحة الكوفيد ساعتاش الكورونا مئات ملايين من شعوب العالم قاعدة لقح فيما احنا لحتوى ما جبناش تلقيه وحتى كان يتمزوا به علينا ما عندنش الظروف اللوجستية للتعاطي معاه في التخزين والنقد والاحتفاظ في ظروف مناسبة وتقديمه للتونسة نفس الشيء بالنسبة للترقيم السيادي لتونس من قبل وكالة موديز اللي هبتتنا تقريبا للمركبة قبل الأخيرة هنا زدى يتبين أنه احنا سائلين على المنوال اليوناني كنكملوا هكا مع تهوي الدينار والمقدرة الشرائية ممكن نقاول واحنا في هفوف الافلاس الشامل شياسيا شانت الدعوة وطالت في العركة ما بين رئاسات الثلاث وولوا بمثابة ملوك التواقف كل واحد مستحوذ على لقشة من الدولة ومتمترس ويرجم في الآخرين ويستقوى بالخالص في حروب طواحين الريحة الداخلية والظاهرة الجديدة متع الاستقواء بالأمباشادورات الأجانب في الحروب السياسية الداخلية ملتن للانتباه اللي هذا مستدعي أمباشادور ويحكي ويبلي معاه ويخرج في تصاوره وفيديوهات وبياناته وفرحان بروحه أكثر من لزومه وكاينه جاب السيد من وظنه والأمباشادورات الأجانب يصولون ويجولون في البلاد ويقولون كي العادة حكيت مع فاكروني في إيطار لقاءنا في القمة اليومي في الجنينة لقيت وحاتك ساق على ساق وعامل سبسي ويضيحك ويظهر لي وكاينه متملح من الطرح وقلت له ما يخرج عليك يا فاكروني البلاد تايحة فوندي في هفهوف بلاقاع وزيد انتي قاعد تتفينس وتستقاهوا ومن فوق تتكيف بوهرة وضخمة قال لي أسكت بركة ما أنا عملت أفار هالنهارين قلت له إن شاء الله خير قال لي فهم جماع يحبوا يعاودوا في المريسيلة وما كتعرف يزمهم مسلمين ومؤمنين وكفار وغراب عك وأوس وخزرج وبني قاينقاع والمقوقص والنجاشي وكل هاك الجماعة متاع وقتها يعاد أدليت وبدلوي معهم وشاركت في الكاستينج ودبرت ملشنة خنقومة قبل رمضان نفضيل والصيف قلت له كيفاش عملت قال لي بهم حاروا في فئة المنافقين يا أخي عملتوا ليش في الطبقة السياسية التونسية ودبرت لهم تاشمة من المنافقين بأبخص الأثمان وأرخص التكاليف والحق الحق قارنوهم بعروض المنافقين الأخرى ولقاهم أشد منافق العالم صلفة ووقاحة ودبرت للمرش يوم الحنوني كما ينبغي قلت له من الهاتسي جارو يفكروني وزيد معها قلتوا قهوة وكما قلوا قهوة وقارو خير من السلطان في دارو شوفيان شوفيان شكرا لك سوفيان بن فرحات اللي فاتتو شوفيان بنسبة اليومي عادي تفرج فيها تتصويت على الباش فيسبوك راجعيني معكم شوية آخر ببقية الفقرات متاعنا سرتوب بش نحكيه الثقافة شوية آخر ونكتشفو سيدا اليوم اللي الكتب اللي اختال هنا سوفيان بن فرحات سنون هذا جديد حمزة نميرة فاضي شوية اشتركوا في القناة